إذن لمناقشة التطورات السورية ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار سيد ياسر مرحبا بكم يعني على الرغم من أن هناك طلع جوية رابعة لمروحيات تركية وأمريكية في أجواء شمال سوريا لكن لا يزال البعض يرى أن اتفاقا حقيقيا بين الولايات المتحدة وتركيا لم يتم بعد كيف ترون مستقبل الشمال السوري سيد ياسر؟ حقيقة ما يحصل في مناطق غرب الفرات تختلف تماما عن ما يحصل في مناطق شرق الفرات في حين أن مناطق غرب الفرات الآن يوجد تنسيق أو شبه تنسيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين قوات تركية على الأرض ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد حقيقة استقرار للعملية السياسية أو للمفاوضات التي جرت ما بين الطرفين في حين أن ما يحصل الآن في مناطق شرق غرب الفرات فهو العمليات العسكرية مستمرة وعمليات القصب التي تجريها روسيا أو قوات النظام أو تحشيد لقوات ميليشيات إيرانية موجودة على أرض الواقع إذن بالنسبة لموضوع شرق الفرات أنا بتصوري سيتم إرجاع الأنسيق الكامل ما بين الفريقين سواء من القوات التركية أو القوات الأمريكية على الأرض حتى اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث سيكون هناك لقاء مباشر ما بين رئيس رجل طيب أردوغان والترام وبتصوري سيكون هناك نوع من المكاشفة والمصارحة حول حقيقة الأجراءات التي ستكون على أرض الواقع سيما وأننا نعلم أن لا يوجد ثقة ولا مصداقية من طرف التركي للطرف الأمريكي وأن عملية منبج حتى هذه اللحظة لا تزال معلقة وبالتالي يحتاج الأمر إلى تفاهمات ما بين غرتي الدولة سيد ياسر عدم اتفاق تركيا والولايات المتحدة حتى الآن بشأن المنطقة الآمنة هل سيؤثر على اجتماع تركيا مع روسيا وإيران خلال أيام في أنقرة؟ بتصوري روسيا وإيران كانوا يخافان ويخشيان أن يكون هناك اتفاق حقيقي ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لذلك من مصلحة روسيا وإيران أن يبقى الأمر معلقا بخصوص شرط الفران أما بالنسبة لغرب الفران فإيران الآن تتجاوز عمليات التنفيق السابقة كنا نرى سابقا أن إيران لا ستدخل على المناطق النفوذي التركية وكأن هناك نوع من التناغم الروسي التركي الإيراني حاليا نجد أن هناك تحشيد حقيقي للقوات والميليشيات المرعية من قبل إيران إذن إيران تعود إلى عملية المواجهة مع مناطق النفوذي التركية في حين أن روسيا لم تستطع إلا من خلال سياسة الأرض المحروقة وخلال فتلة طويلة من الزمن أن يكون هناك إنجاز عسكري بسيط جدا لذلك روسيا تحتاج إيران والميليشيات الإيرانية بأي عملية قدم فيما وأن الحسم العسكري هو السيناريو الأول لدى الجانب الروسي سيد ياسر هناك من يذهب بأن الاتفاق التركي الأمريكي بشأن الشمال السوري يعني ربما يكون مرهون أيضا باتفاق أستانا التي يرى الأتراك أنه بدأ يتلاشى هل تتفق مع هكذا طرح؟ يعني بتصوري روسيا لا تملك الآن خيارات بتلاشى أو ليس من مصلحتها أن يتلاشى ما يعرف بمحور الأسيتانا أيضا تركيا تستطيع أن تناور مع الجانب الأمريكي في ظن وجود ما يعرف بمحور الأسيتانا ما استطيع أن نقول أن محور الأسيتانا سيتلاشى عندما يكون هناك إرادة حقيقية دولية للحل السياسي حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تسريبات بهذا الخصوص بتطول حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك حسم للتقدم لخطوات للحل السياسي وهذا ما نرى معلقا بخصوص ما يعرف باللجنة الدستورية إذن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أن يبقى الحل السياسي مؤرجا أو معلقا حتى تستقر الأمور بخصوص شرق الفراط بينها وبين تركيا هل هناك مكاسب ستحصلها روسيا من هذا الموقف؟ هل روسيا مستعدة لأن تخسر تركيا من أجل هذه المكاسب؟ بتصوري استراتيجية المتبعة من روسيا هي السياسة الحافية أو سياسة الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول له مع تركيا ولكن في نهاية المطاق لن تخسر روسيا تركيا سيما وأن هناك علاقات متبادلة ما بين روسيا وتركيا ومصالح مشتركة ليست فقط في سوريا أيضا روسيا تعلم أن وجود تركيا دولة مجاورة وبشريط حدود طويل مع سوريا أنها لا تستطيع أن تحجب عنها نتائج الحل النهائي إذن تركيا أمر ضروري للجلوس في حل سياسي ستكون روسيا راعية له بالإضافة إلى أمريكا ولكن لا يستطيعان الاستغناء عن تركيا صاحبة أكبر حدود برية مع سوريا إذا ما تحدثنا عن النظام الدولي أو الأمم المتحدة أو حتى مجلس الأمن سيد ياسر انتهاكات النظام وحلفاء إهلا تنتهي لا سيما ما كان منها بالأسلحة الكيموية لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لعقاب نظام الأسد وحلفائه مشكلة الشعب السوري على أن من يتورط بدماء السوريين وبانتهاكات التي تجر من جراء الحرب على الأراضي السورية هي الدول الدامة العضوية أنا أتكلم عن روسيا على وجه التحديد وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية إذن لا فاعلية للأمم المتحدة في ظل فيتو متوقع من قبل روسيا كما تعودنا وفي ظل تضارب المصالح يعني بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية لذلك أنا بتصور المجتمع الدولي سيبقى عاجزا وسيسرق الأمر مؤجلة أو بيد الولايات المتحدة الأمريكية والروسيا من أجل أن يتوافقها على حال سياته ويتم مباركته فيما بعد من قبل الأمم المتحدة أما الأمم المتحدة كما تعودنا فهي صاحبة الصوت الأضعف في الحل السياسي في سوريا طيب سيد ياسر لجنة التحقيق الأممية في سوريا قالت إن ما قام به التحالف وروسيا والنظام والميليشيات يعتبر جرائم حرب هذا المصطلح ألا يستوجب الإدانة من صنع حالة دولية من أجل إنشاء منطقة آمنة في سوريا يعني بتصور الموقف المعارضة السوري هو الموقف الأضعف لابد المعارضة السورية أن تستغل مثل هذه التصليحات أو مثل هذه القرارات لتتوجه إلى الجمعية العمومية من أجل أن يكون هناك خطوات عملية بتشكيل محكمة حرب باتجاه النظام السوري محكمة جرائم حرب أو حتى باتخاذ قرارات من الجمعية العمومية لحماية الشعب السوري ولكن كما نرى أن الممثلي المعارضة السورية لا يتفاعلون بشكل مصلحي لمصلحة السورة وكأنهم مرتهنون ويعلقون على يعني يتخوفون من أن يصطدموا مع القرارات الأمريكية كونها متهم بهذا الأمر أو أنهم يمنون نفسهم على أن يكون هناك تقارب مع روسيا من أجل إيجاد حال سياتي أنا بتطوري المعارضة السورية هي صاحبة المسؤولية بعدم وجود قرارات أممية تساعد وتنصر الشعب طيب سيد ياسر لماذا المعارضة ضعيفة؟ ما الذي أضعفها تحديدا؟ يعني بتطوري الآن يوجد مشكلة بتبني من هي الجهات المعارضة نعلم أن هناك ما يعرف بالهيئة العليا للمفاوضات التي تم تشكيلها بخلال مؤتمر الرياض هي المعنية بما يعرف بالمفاوضات السياسية عبر مسار جينيف هذا السمسين معطل وليس له أي اجتماعات عملياتية على مستوى التفاوض وإنما مجرد لقاءات سياسية أيضا على مستوى محور الأسيتانة فبتطوري لا صرف النظام ولا صرف المعارضة لهم ثقل بما يعرف بهم حول الأسيتانة أو المفاوضات وإنما المفاوضات معني بها فقط الدول الثلاثة روسيا وتركيا وإيران وبالتالي هذا أضعف وقت تظهر به المعارضة السورية تحتاج المعارضة السورية إلى خلص أوراق جديدة وإلى طرح مبادرات جديدة ليكون هذا الصوت يعلو بعد هذا الصوت الخافض لفترة طويلة سيد ياسر المعارضة السورية كما ذكرتم هي الحالة الأضعف ولكن المعارضة السورية مغلوب على أمرها هناك تشتت في المعارضة السورية ما الذي يجب أن تفعله أو تقدمه لشعب السوري عموما؟ يعني المعارضة السورية الآن مموت فيها فقط موضوع الحل السياسي ونعلم أن الحل السياسي نتيجة سياسة تبعتها المعارضة السورية الخاطئة وهي أننا سنذهب مع الأمر المتحدة إلى آخر ما يمكن من أجل صدح أن النظام هو من يعطل المفاوضات بذلك قدمت المعارضة السورية الكثير من التنازلات حول مبادرات قامت بها الأمم المتحدة آخرها مبادرة السلال الأربع على مستوى مسار جينيف أنه بتصوري المعارضة السورية تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة مع الشارع الثوري في المناطق المحررة وفي دول اللجوء تستطيع هذه المعارضة أن تبني من جديد من خلال عملية مصالحة بينها ومبعين الشارع عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في شن السورية سر النجار شكرا جزيلا لكم